السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية جياس كأخبار تيفي وكذلك جياس كأخبار التي سأتكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد حصرينا سنسمع محلل قناة زير تيفي ماذا تكلموا وماذا قالوا إبراهيم شوشو الإعلامي سامير بادي يعني يعلقاني على خرجة المدير الرياضي لفريق شاببات القبائل جمال مناد وعلى تكلم يعني قالوا له علاه تهضر ماشي وقتها ولو كان بقيت ساكت أحسن وأفضل وتكلموا على بزاف أمورات في إدارة شاببات القبائل نتمنى إن شاء الله تسمعوا هذه التصريحات وما تنسى شادير جام تابوني في القناة وتخليونا الآراء تعكم في التعليقات أمام الإلتفاف حول الفريق دوكا هكذا مالتفينا الفريق مادم واحد راوي يقول أنا أنا جبنا قاع كل واحد أنا ديركتور تكنيكتا ليجون عليا ما نقولش قاعنا جاء كونجيت من جمال منناد عندش قاع ديكلاراسيو خدمتي تقول باللي ليجون حاسبوني على ليجون أسكن جاقل لك واحد باللي أنتجبت جوار نا زافورتيو ماناجا جنرال تواسم مع المدرب اللي كان وبعض راح بدلته وجبته واحد أخر لازم تبقى وتسندو فيه وتسندو في تشكيله انفوها ديرو اندوها تروها فيكتور بس كنا نفهمك مش نتفهم في الجزائر ماكاش فرق بين اللاعبين أنا نقول لك من الخراني للفوق يعبك وراء الفرق راو في التيقة يكيب تلعب بالتيقة ويكيب تلعب بالتيقة يكيب عندها ضرهم ويكيب ما عندها ضرهم هادو ما هما اللي حددو شكون يلعبوا لو ديطابلو هما اللي حددو شكون يلعبوا لو ديطابلو نبقى دائما نفس الشي بالنسبة للجهاز نبقى دائما مع شبابة القبائل سامير بادي تصريحات جمال مناد أطارت غضب الأنصار لماذا قالوا له إنك متنقل بما أنك مدير رياضي مكلف بالفئات الشبانية كما قاله قالوا له لماذا تنقلت مع الفريق الأكابر إلى تونس لماذا كنت في استقبل اللاعبين في أول يوم اللاعبين أكابر لماذا تتنقل مع الأكابر في معظم مبارياته لماذا حضرت الناد والصحفية لكل المدربين قالوا بما أنك مع مكلف بالفئة الشبانية تنقل إلى فئة الشبانية وترك الأكابر حتى لا تظهر حتى لا يقال عن كأي هناك تناقض هل الضغط الذي دفع جمال مناد للحديث بهذه الطريقة هو النحل المسؤولية نفسه ورماها على المسجد الحالي كما قالك أبراهيم أم أن هناك شيء ما يحدث شوف نزيم النتيج دائما تخليك تدير كل شيء نتاعي جميلة كن بعض يقول لك يبين فيه روحو يقول لك أنا هنا وإني هنا لكن كي العكس يكي العكس الهدراء بالعكس يوم جمال مناد نشوفنا في كل ندوات صحفية سابقة منذ يعني تعين ورقة زافور وإضا موزيدي وحتى الرئيس الحالي شلول يعني هذا شيء أنا واحد نشوف واحد في ندوة صحفية هو في الفئة الشبان نقول أنه مع فريق الأكابر شيء آخر كان يتواجد مع الفريق الأكابر المهم كولي أسمه أسمه جمال مناد أسمه مهم معنويا ممكن له دور اختارك مع الأساغات أم مالأساغ له دور كبير معه في ناحية معنوية للعبين هذه قبل بداية بداية المنافسة لكن في الوقت الحالي وغير شيء لك بتصريح كما هذه أنه كان من الأجدر أنه ما يصرحش حتى ما يطيحش اللوم وميزيت شطين بلا اللي الوضعية المتواجدة لها فريق شبيل طبيع وضعية